لو عايزة بقى الجديدي مطبخك تعالي شوفي ابتقارات ميرا لانا مجمعها لكم النهاردة بالفيديو ده يعني حيل كتيرة جدا وافكار وكمان تجملوا وتنظموا بيها تعجبكم جدا بإذن الله اول ما تعوز الجديدي افتح الفيديو ده على طول بس على طول واسيبي الباقي علي زي ما انتوا شايفين تجددنا كان الرخامة اللي كانت قديمة زي ما انتوا شايفينها معانا هنا الاكيه وفرشة وغيار زيت ونفط كمان بس لازم يكون المهندس او رومي لانه ان ما يكون جودته عالية بيساعد ان اللاكيه بتاعنا يلمع ويبقى جودته اصلب واحسن وكمان معايا لون اسود بكون هنا على جنب كده بشوية ابيض وشوية لون اسود مركزات لون روماضي عايزين بقى الشرح التفصيلي اوي انا هنا مختصرة شوية الافكار كلها عشان بجمعها جوا الفيديو هتلاقوا كل فكرة اللينك بتاحها محطوط في الديسكريبشن بوكس عشان تدخلوا وتتفرجوا بتماعهم اكتر من كده بفرد اول طبقه ابيض وعزلت بالتيب الحلة بتاعتي وبين الرخامة وكمان الحيطة عملت اول حاجة مشيت كده الابيض كله وفرشت اللون بتاعي كويس ووزعته وبعد كده عملت خطوط روماضي موهتها ورجعت اعمل خطوط تاني روماضي وابيض ومراضي مش بموهها او بوزحها بالرولة بعملها بالكيس بدوس بس على الخطوط رايح جاي وهيبقى معانا بالمنظر الجميل ده بس مشكلته انه بياخد وقت شوية في انه ينشف لكن بيستحمل سلكة المواعين ومش بيتخدش بسهولة لكن برضه بيتخدش بيتخدش ازاي لو قطعت عليه بسكينة نتلاشر حاجات دي ازاي ان احنا نستخدم قطعت لكن بجد انا عجبني واحسن حاجة صمتت معي قعدت فوق الست شهول السبع شهور وكان لو كان فيه ده جريح حتة دهان صغيرة اعملها بيها كان يرجع جديد انا هرجع ادهنه تاني بس هنعمله بقى شوية حاجات امان الحاجات اللي انا خدت منها خبرة المرة الفاتت هنعملها بجودة عالية المرة الجاية ان شاء الله الحيلة التانية فاكرين الفيديو الجميل بتاعة تجديد المطبخ الجزري ده طبعا كنت بوريكم هو ايه وبقى ايه اه هنغير بقى الضرف وكل الكلام ده الضرفة زي ما انتوا شايفينها كده مطبخ موديله طبعا قديم بقى له 17 سنة فيه التفرغات اللي انتوا شايفينها دي هبتدي افك دلوقتي مع بعض المفصلات عشان نشتغل بقى على ايه نظافة كده وشغلة عالية بفك كل ده وبعد كده هجيب نصيبيان ونظفه كويس او لوح امي دي اف بالتفاصيل كلها تلاقوا الفيديو مفصل ومعلومات اكتر من كده في اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس دبست او بمسمار وشاكوش ندبس اللوح كويس جدا ونعمله بالستيكر وبرجع اعمله تاني يبقى بالشكل الجميل ده بقى من هنا كمان مقبض خشبية المقبض ده عبارة عن قطعتين القطعة الاولى بقى ادبسها بالشكل ده بي او بركبها بمسمير بورمة وارجع احط عليها الغطى بتاعها والزقو بالغيرة هيبقى المقبض معايا ناشف وجميل وزي العسر زي كده طبعا الدكورات دلوقتي اللي داخل فيها الخشبي والابيض والكلام ده طالع موضة قوي وهنا ده من الداخل برضو عملته باللون الابيض وده كده من تحت بصو شكله بجد جميل وكان منور كده والستيكر ده بقى هو عيوبه الحجر وحيدة السخنية اللي بتطلع من البوتجاز الجامدة خصوصا انا عندي بوتجاز كبير قوي كان بيخليه كاشكش شوية من على سطح الخشب الايام الجاية ان شاء الله هنشتغل مع بعض في تجديد جديد المطبخ وافكار حلوة تانية برضو وهنا انا حطيت السطح هنا حطيت اخترت الاستيكر الخشبي وده اختيار تاني يعني اللي عايز يدهن براحته اللي عايز يحط استيكر ابيض براحته الخشبي براحته وحطيت كمان هنا الشماعة الجميلة دي للمجات وشوية ديكورات هنشوف مع بعض بالوقتي وبوريكم انا اه حطيتها ازاي او علاقتها ازاي وبوريكم برضو انها صورها انها تريندي قاويا كنا عاملين بساكت دي مع بعض وحطي كده فيها شوية زرع برضو ايه عايزين بقى نعمل شوية ايه ديكورات كده ممكن تقدروا تستلهموا منها تعملوا ديكورات لمطبخكم عملت الزرقتين دول وهلزقهم كده حوالين الشماعة بتاعتي بشوية شماعة عادي ودي كانت عندي اطعاط بتاعة آآ البسكاويت هجتدي ابتدت بقى جيب استيكر ابيض في سود آآ الابيض في سود ده بيجد نطق كده المطبخ بقى ماشي جدا مع الخشبي واللون الابيض وبقى معانا بالشكل ده وحطيت هنا كده المعالق الخشبية بتاعة اللي هي التوزيع او التقليب وكمان هستخدم برضو هنا مج مقصور آآ هكسي او هعمله بالاستيكر القروهات ده برضو الابيض في سود متوفر على فكرة وكمان عملت بيب برطمونات قديمة عندي عملتها مقاسات مختلفة وحطيت فيها بقى ايه آآ شوك ومعالق آآ الحاجات بتاعة التوزيع فرع النور امور كده جميل وآآ ديكور رائع سهل وما كلفناش كتير وما اشترناش بقى مزلناش اشترينا العلب اللي اللي علبة مخمسين وتسعين والمج اللي مش عارفة بايه اقل امكانيات نقدر نعمل احلى واجمل حاجة صدقوني تعالوا بقى على ديكور تاني ترندي قوي جدا آآ وهو برضو كان لذيذ وعجب ناس كتير انا جبت عود العود ده بحوالي خمستاشر سبعتاشر جنيه عود عريض والفايع اسمته اتنين بالزبط وهارجع تاني اقسمه برضو كل نص هقسمه تاني عمل معي اربعة يعني العود هيعمل معنا اربعة من ده صنفرت الحواف اللي نشرتها كويس وبعد كده هحطت بالقلم المكان اللي انا عايزة ادبس فيه وابتدي ادبس بالدباسة بالمصمر والشاكوش كله هيمشي معنا يعني متوقفوش حالكو على اي حاجة او مصمر مرمة وبرضو بيمفك هيمشي وهنا طبعا انا محددة لمسافات كل عود انا هحطه فين او هدبسه فين وهي في الاخر هيدينا الشكل الجميل اللي انتو شايفين دي حاجات جميلة قوي واستخداماتها كتيرة وليها استخدام وبرضو في نفس الوقت تنفع رائع برضو كده داخلت المطبخ عندي بعد ما جددته مع بعض آآ ده الديكور السلم الديكور اللي عملناه تقده شكل جميل ازاي الاقدر ابيض الخشي بالابيض في السود رائع ده المنظم اللي عملناه الجزامل مع بعض او التربو بتاع مطبخ فاكرينه كان برضو الحمد لله حقق مشاهدات فوق الاثنين مليون مشاهدة وعجب ناس كتير اتمنى يكون افكاري بتعجبكم دعموا افكاري لو بفتكم فيدوني باللايك والشير مهم جدا بيشجع الواحد ينصدقوني اني واصل يعني وكده المنظر الاخير او النهائي ان شاء الله نعمل تجديدات تانية للمطبخ بافكار انا ببحث لكم وهخترع لكم اختراعات فظيعة وهجرب في مطبخي ان شاء الله قريب جدا جدا باستيقر الخشبي بصراحة ادى لوك حلو جدا والالوان الدافية دي حلوة قوي في الاجواء الشتوية والخريف اللي احنا فيه خصوصا مع اضاءة كده لونها اصفر الاضاءات الجميلة دي يعني بيمشي قوي برضو مع الاجواء اللي هي ايه الدافة اللي عايزين دفع جدا بتحسس بالدافة يعني بتحسسكم بالدافة فعلا يلا بقى الفكرة اللي بعد كده وهي الكركبة بقى والبعطارة اللي بتبقى في ايه بتبقى في الضرف الداخلية للمطبخ زي ما انتو شايفين هنا انا المطبخ الداخلي عندي رف واحد فقط فطبعا كانت معانية انا الاول هنا بفتح نفسي كده وعملت بقى بلون ابيض عشان برضو ايه لون الابيض كده بيدي تحسن اتساع مساحة مضافة بحبه يعني بعلم من هنا وبعلم من ناحة التانية زي ما انتو شايفين عشان بحط كده خشبتين صغيرين يبقوا في نفس الارتفاع وبمصمر وشاكوش ندبسهم في الخشب بتاع المطبخ وبعد كده حتت خشبة كانت عندي قديمة خدت المقاس من الرف اللي هو الاساسي ونشرتها وحطتها كده عملت رفين جمال وكمان دهنت كده على حوافها لون الخشب عشان تبقى ايه كله لون واحد وكده بدل ما كان رف بقى ثلاث ارفف بدل ما حط طقم حلل فوق بعضه كده نسقته بقى السحب بقى بكل سهولة بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيساعدكو عالتنظيم بجد خصوصا ان الناس اللي عندها المطابخ يعني اه درف قليلة المطبخ مش منيان اه وحدات كتيرة الحاجات دي هساعدكو جدا عالتنظيم زي ما وبكده ده الشكل النهائي للدرف ساعدتني بجد جدا يعني الرف الواحد ده تخيلي بتبقى حطها مسلا طلت اربع اه حلل فوق بعض تيجي تشيل واحدة كله يعمل فوقيها فبجد لزيز يلا بينا عالفكرة التالتة وهي هنتخلص من السطارة التقليدية اللي بنحطها تحت حوضنا دي شنها خالص وهنعمل دلوقتي حاجة عملية وسهلة وبسيطة وغير مكلفة برضو هتلاقوا التفاصيل كاملة الفيديو ده سريعة والفكرة مجمعة سريعة هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس عايزين حواد زي دي تخيلينا كده ومسكة نفسها هاتوا مثلا عودين حلوين وكمان عايزين العود الطري اسمه مارينا في منه مربع وفي منه جاي بومبي شوي على حسب التفاصيل اللي انت عايزين اول عود انا بقسمه زي ما انتوا شايفين بس باخد المقاس بالضبط جدا من الارض لغاية حافة الرخام وبزنقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نما بنشره بالضبط بزنقه كده بيجي بالدق لغاية ما يتزنق واخد كمان ما بين العودين دي المساحة واقطع عليها الخشبة المقاس وارجع تاني قطع الخشبة نصين عشان يدينا الضرفة اللي انتوا شايفين هدي وابتدي ادبسها في بعض بالدباسة من ورا كده الدباسة دي عملية يا جماعة اللي بيحب يجدد في بيته بجد يجبها رائع وخلاص جمعت الضرفة ودي نصبيان او ام دي اف واتلاقوا فيديو في كل المعلومات على قناتي لي قصيت كده النصبيان على قده بالضبط وابتديت اغلف النصبيان من الظهر ومن قدام عشان لو جي عليها ميا ينطرها كده وحماية لي ودبست النصبيان بتاعي او لوحه الام دي اف في الظهر وكده عملت ضرفتين بسرعة البرك يعني بسرعة مش محتاجة امكانيات كتيرة او فلوس كتيرة ابتديت اركب المفصلة زي ما انتوا شايفين وتختاروا مصمار ما يعدش من ناحة التانية مصمار كده صغير على قد صمك الخشن وزي ما انتوا شايفين وقفوا كده عشان تشوفوا كل الصنطيب الشرح اللي على الشاشة هيفتكو بجد جد خلاص ابتدي بقى ايه احط الضرفة ازاي برضو بطريقة الضغط يعني انا معتمدة في التركيب على الضغط ان انا بانشرها او باخد المقس بالزبط جدا جدا وقعد ادق زي ما انتوا شايفين كده كده لغاية نما احسها متينة ومسكة في نفسها قعد اجيبها يميل وشمال لغاية ما حسها مستقيمة معي وكده تفتح وتقفل وبقت ظريفة جدا طول ما هي متساوية متوازنة ورجية ولا ميلة هتقفل معكم بكل سهولة على فكرة كده لأ فبقى افضل ادق فيها يميل وشمال لغاية ما تقفل معايا وعلى فكرة سهلة جدا جدا يعني بعد كده جبت غيرة وعملت خشبة تانية عشان انا ماجي اقفل باب الباب بتاع الضرفة من تحت تقفل عليها يعني متختص الجوة ركبتها بالشكل ده وسبت بقى الغيرة ايه يعني يلزق برحته يعني بقت بالشكل ده كده بقى ايه ما تختص جوه وتقفل وافتح واقفل بكل سهولة ايه رأيكم ناس طبقت على فكرة طبقتها على الفيسبوك ووريت هاني اعملتها يعني في مطابقها جميلة بجد بجد وركبنا بقى ايه مقبضين حلوين كده وجربوها تعجبكم ما تنسوش اللايكات الحيلة او الفكرة الرابعة وهي المكان الفاضي اللي كان جنب البوتجاز فكرت كتير واحلى حل الاعواد اللي انتو شايفينها المخرامة دي دي اساسا حاجات تبع معدات تجهيز المحلات الملابس والبقالة وكده العود ده بيتباع تحت في حرط المزين او تحت في العتبة تمام اسامته دبسناك رفا الحيت مصمر ناب شنيور وده الحامل بتاعه اللي بتعلق عليه اللي انا حطاه ده بتحلق عليه بقى ايه القرفف زي ما احنا شايفين عملت الخلفية برضو بلون ابيض بقى عشان برضو ايه انتو عارفين اللون ابيض بقى ده حبيبي حبيبي يا جماعة بجد بيعني من اتساع كده يعني بحبه برايحين وبعد كده زي ما انتو شايفين علقت الهوكات وده حتة خشبة عندي ابتديت بمصمر بورما كده اعمل لها زي ايه رجلين كده تتسند عليهم يعني حاجة كده ايه كروكي بس يعني انا بوريكم بجد الحاجات دي بسيطة لست البيت العادية لانا برضو ست بيت زيكم كده يعني الحاجات دي بسيطة يعني مش محتاجة مجهود مش محتاجة كده تكلفة كمان وسهل عليكم وركبتها زي ما انتو شايفين هنا في حاملين في الحيطة مسنود عليهم من ناحة التانية الاتنين الرجلين اللي احنا عملناهم بالخشبة وحطت الستيكر بصوا كان عجبني قوي تعشيقات الخشب دي زي كده السطح الخشب بمطبخ بتاع ايكيان لما كنا بنروح بنلاقي التعشيقات دي هناك قلت اجربه وكمان آآ البساكت الجميلة دي اتلاقوا في فيديو برضو في الديسكريبشن بوكس طريقة عملهم لذيذة وجميلة وقوية عايشة معايا بقالها كتير يعني سنوي انا قلت احطهم هنا بالشكل ده استفاد بيهم احط فيهم مسلا علب البلاستيك لغوتيان الحاجات اللي زحمي للدنيا يعني وكده حطت كستر كده عشان يديني ايه شكل جمالي كده حلوة امور وكده الرقم ده بجد يعني فرحانة ان انا استفدت منه بالشكل ده وكمان قلت احط طاق من حلت ده جنبي جنبي ايه دي يعني جنبي البوتاجاز وكمان لول ستالس مع لول ستالس بتاع البوتاجاز حاسة كده ايه عمل حلوة قوي يعني عايزة يعني انا مهمتي الصراحة ان انا آآ اوريكم ان بجد بابسط الخامات من غير تكلفة عالية معني شغل دماغنا شوية نعمل صدقوني احسن الحاجات مش لازم يعني روح نهد مطبقنا مطبقنا وندفع بالسبعين تمانين الف عشان نعمل مطابق جديدة والكلام ده حاجة بسيطة زي كده ممكن تفرحك وتساعدك وتنظم لك حاجتك كنتم مع قناة ابتكارات ميرا يا رب الحياة لكلها والافكار تكون عجبتكم النهاردة ادخلوا واكتشفوا المزيد من افكاري على قناتي بشكركم جدير كتير كتير ويلا اشتركوا بسرعة وانضموا القناتنا عشان تتابعوا كل جديد سلام